موطن الخلافة كان يحريج الإيمان سلام الله فالسنة بالحج الإيمان موجود وإجا هارون الرشيد ويامنه محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن تقدر تعتبر الركيجة للفقه الحنفي دولة اللي شالوا الفقه الحنفي اثنين ابو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن دولة اثنين هم محمد وفقه ابي حنيفة يعني بتعبير اخر المدرسة الحنفية قامت على اكتاف هذين وطبعا دولة كانوا الى جانب الخلافة الى جانب الخلافة تقدر تسميهم بالبلاط فذولة كانوا لا يكادون يفارقون الخليفة الامام شابن جعف سلام الله عليه بالحج والرشيد اجا واجا محمد ابن الحسن طرح محمد ابن الحسن على الامام شؤاد بحضور الرشيد قال له يا ابن رسول الله قال له لا قال له اذا واحد محرم نعم يجوز له بالاحرام يضلل على نفسه بالمحمل اللي هو راكب بالمحمل المحمل لازم يكون مكشوف لو لا ما يجوز ليكون يجوز ليكون يجوز ليكون مضلل يخط عليه ظلال قال له الامام لا يجوز ما يعني ما يمكن ان يغطيه للمحمل لازم يبقى المحمل مكشوف قال له جين اذا رادي يمشي على رجليه يجوز له أثناء المشي يصير تحت الظل قال له بله باختياره يجوز له تضاحك محمد ابن الحسن تضاحك قال له يعني شو الفرق بين الثنين وشو الفرق يعني هناك شاء الراكب على ناقة والناقة تمشي وهنا على رجليه هو يمشي هنا يجوز له وهنا ما يجوز له قال له الامام اسمع يا محمد انت تهجأ بسنة رسول الله قال رسول الله هكذا كان رسول الله كان بالنسبة الى راحلته الراحلة مكشوفة ما يضلل عليها لكن اذا مشى يمر تحت الظل والسنة لا تقاش واذا قيشت محقت وي المشكلة هي هاي هي المشكلة لحنا باب القياش الواقع ما هو وش عندنا يعني يعني اكد لك الشوافع يرفضوا للقياش جماعة من فقهاء المسلمين الاخر يرفضون للقياش اكو عندنا مدرشة لرفض القياش كبيرة وعندنا مفوض لان الاحكام لا تقاش ما عندنا قياش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة